الحقيقة رغم أنه العالم كله مهتم ومشغول بأخبار تخص الحرب الغلاء الموجات الكبيرة من التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى اللي من المتوقع والكلام في العالم كله بيقول أنه حتى إن هدأت الأمور وهي ستهدأ أنه هتتغير الخريطة العالمية وخريطة موازين القوى والتحالفات الدولية وقت ما كل الكلام المهم ده كمان بيدور فيه خط مستمر جدا في الأخبار طول الوقت هتلاقيه بيتكلم عن المناخ وعن الاتفاقيات الدولية وعن التغيرات المناخية هتلاقينا هنا في مصر والحديث طول الوقت ومصر هي نجمة العام في الحديث عن تغيرات المناخية لأنها بتستضيف واحد أو مش واحد من أهم هو أهم المؤتمرات الدولية اللي بتقام كل سنة وهو مؤتمر المناخ السنوي اللي الأمم المتحدة بتنظمه كل سنة فيما يخص تغيرات المناخ هو اسمه كوب 27 هتتسمعوا الكلمة دي كتير قوي Climate Change Conference أو مؤتمر تغير المناخ السنوي ده المؤتمر رقم 27 واللي هيقام في مصر ليه بقى بنسمع كلام كتير قوي في وسط ما فيه بالنسبة لنا إحنا فيه حاجات أهم العالم يتكلم فيها يعني أنتوا تكلموا منذوقتي عن تغيرات المناخية ويبدو عند بعض الناس أن الكلام ده رفاهية لكن الحقيقة العالم انتبه ومش عايزة أقول فجأة لأن الاتفاقيات الدولية دي موجودة من 30 سنة 40 سنة وقبلها بسنين طويلة العالم كله منتبه لفكرة التغيرات المناخية هي إيه ببساطة؟ هي إيه أنه العناصر في الغلاف الجوي بتاعنا بتتغير بسبب التلوث أو الملوثات بسبب الدول الصناعية الكبرى ولما فتشوا كده في العالم لقوا أن الدول الصناعية الكبرى المتقدمة أكتر هي المسببة أو صحبة النصيب الأكبر من مسببات التلوث في الغلاف الجوي وعناصر الغلاف الجوي طب يخصنا في إيه يا عم تكلمت؟ وأنا برضو مالي لأنه دي دايما فكرة الناس العالم بقى ابتدى ينتبه في السنوات الأخيرة أن كل جهد ولو كان صغير ولو كان محدود ولو كان حتى من الدول النمية أنها ما تكونش جزء من المسببات أو التغيرات المناخية الكبيرة ده هيفرق كتير جدا معنا في تكامل الجهود والعالم كمان انتبه أنه الحكاية ما بقتش رفاهية وأنه لازم تبقى فيه قرارات ملزمة إحنا هنا بقى نيجي عند لقمة عيشنا وأكلنا نقول أنه تغيرات المناخية ممكن تأثر على طبيعة البحار فما نلاقيش كل كنوز البحار الغذائي ممكن تأثر على طبيعة الهوى فتلوث الأكل اللي بنكله فلما الموضوع الكبير الواسع ده نزل لنا على الأرض بقى الشغل الشاغل لكل الناس وهتلاقي أنه في تثقيف الطلبة حتى في المدارس في العالم كله كلام عن البيئة والحفاظ عن البيئة مش رفاهية فعشان كده لما حد يقول لك من فضلك بقى في الحنفية ده بالمناسبة ده كلام عن البيئة برضو بقى في الحنفية ما تسيبهاش كده مفتوحة اعرف أنه ده كلام يخص دورك أنت كمواطن في المنظومة بتاعة العالم كله إن احنا ترشيد الاستهلاك في كل حاجة لخص كلام يخص عن الورق واستخدامنا الرهيب والعنيف للورق وخصوصا طبعا يعني لو كان مجانا لو كان بتاع الشغل مثلا فالفكرة دي في العالم كله مستهجنة جدا والناس تقول هو إزاي في حد بيعمل كده ما ينفعش نعمل ده والحديث عن البيئة زي ما اتفقنا مصر هي في السنة دي على مدار السنة هي النجم الرئيس لأنه مصر بتستضيف حدث عالمي كبير ومهم وبتستعد لي بصراحة بطريقة في غاية الاحتراف الملف بيودار بحكمة شديدة على مستويات رفيعة جدا جدا لأنه إحنا عارفين أن دورنا فاعل حتى ولو ما كانتش مصر من المسببات الرئيسية في التلوث العالمي لكنها طول الوقت تحب تكون جزء من الحل لا تنجhur عن النجم الرئيسية في النجم الرئيسية في المداردة اشتركوا في القناة